يلا فيديو جديد روايح رمضان هلت علينا كل سنة والأمة الإسلامية يا رب طيبة وبخير وينعد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب شوف القرصة دي بتشيرها من بره بكاملة احنا نعمل النهاردة كمية وفيرة بمقادير بسيطة جدا وان شاء الله في الفيديو هقولك ايه المقادير اللي ينفع تحطيها وينفع تستبدليها اهم حاجة نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لايك وشير وسبسكراب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد هقولكم كده مقادير كيلو ديق حطيت على كيلو ديق معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من البكينج بودر معلقة من الخميرة او بكت زي اللي حطيته كده ثلاث معلق من اللبن البودر وممكن ما تحطهوش وكمان اربع معلق من السكر ده اللي بقولك عليه الحاجة اللي هقولك ممكن تحطيها وممكن لا حطيت نص كباية من الزيت ونص كباية من السمنة ممكن تخليها كلها زيت على حسب ما انت حبه وان شاء الله هتطلع زي الفل وهقولك إيه اللي هيخليها طريقة كمان معاكي الكيلو دي بياخد ثلاث كبايات من السويل حطت كبايتين وربع كباية الكباية الثالثة وربعة ليه لإن أنا حطة كباية زيت على سمنة فأنتي أعمل حسابك في السويل اللي أنت بتحطيها دي هشوف كده الكباية الثالثة أحتاجها ولا لا لكن إن شاء الله مش أحتاجها ولا حاجة كده أخدت معي كبايتين وربع من السويل أهم حاجة عجينها كويس ولم العجينة بتاعت الكويس دي أهم مرحلة وكمان إن انت تسيبها تخمر ده يعني كل المراحل دي اللي بتساعد العجينة بتاعتك أو بتساعد القرصة بتاعتك بتطلع طرية وتطلع إن شاء الله نكحة معيك شايفين ملمس العجينة هو ده اللي أنا عاوزي عاوز عجينة تكون طرية وتكوني لمها كويس بس كده شايفها بشدها ما بتتقطعش معي وبتتفرد عارف إن كده العجينة بتاعتك نكحة خلاص هسيبها بقى إن هي تخمر نفس الحلة بتاعت العجينة هحط فيها معلقة من الزيت وهسيبها هغطيها كويس بكيسة والفاطي من جيفها بتاعت المطبخ بتاعتك هتغطيها هقولك يعني بسيبها تخمر إزاي بقولها على الفرن المد 3 دقايق أول ما يسخن بط في الفرن خالص ومجاي مدخليها في الفرن واسيبها في ثواني يعني ما أخدتش نص ساعة وكتخمرونه زي ما هتشوفيها دلوقتي خلاص كده بعد ما خلصتها وخمر زي ما انتوا شايفينها هبدأ بقى أعملها كور اعملي المقاسات على حسب القرصة اللي انت حبيها لكن المقاس اللي بعمله دلوقتي مظبوط قوي يعني كل واحدة هياخد القرصة يخلصها على طول محدش يسيب مكانه أي حاجة فالمقاس ده يعني كان كويس هتبدأي تعملي الكور زي ما بعملها كده أهم حاجة الحرقة الدائرة اللي بعملها دي زي ما بقول لكم كل مرة بتبقى كويسة قوي بتخلي القرصة مظبوطة معك بالضبط كده بتبدأي تلميها العجينة جميلة قوي يلا قمي كده تشجعي ودفي بيتك في الشتاء يعني أحلى حاجة ممكن تعمليها وتلاقي ولادك بيحبوها وبيبقوا فرحانين بها قوي ان انت تتولع الفرن وتعملي معجنات بتبقى جميلة والريحة بتملأ الشقة كده يلا قمي من تحت البطنية كده وتشجعي وقمي أعملي ودفي بيتك ودفي ولادك كده بحاجة سخنة طرية يعني نديفة وأحلى من اللي بره بكتير لو وصلت الحد هنا يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك ما تنسينيش بقى باللايك علشان ان شاء الله الفيديو ترفع بعد ما خلصتهم غطتهم بكيسة أهم حاجة تغطيهم بكيسة وبعد كده بفوطة عندي عجوة بقى حطت عليها معلقة سمنة بلدي وسمسم وهعجنهم كويس قوي يعني السمنة بتخليها تساعدك ان هي تتعجل معك على طول بعد ما خلصتهم هكورهم زي ما شفتهم بالشكل ده يعني أنا طلعت معي بالضبط كيلو دي أعمل 18 قرصة معي عملت كمان من العجوة 18 واحدة قدهم بالضبط هبدأ أفردها وعندي كيسة مطبخ كده هتفردي العجوة يعني أهم حاجة تحطي كيسة علشان ما تلزقش منك كيسة من تحت وكيسة من فوق وهتفردي العجوة وتحطيها في القرصة زي ما بعمل كده بعد كده هتلميها كويس يعني مهمة قوي ان يتلميها زي ما بعملها كده علشان تبقى من فوق زي من تحت القرصة قفل القفل كويس وبعد كده هقلبها على الوش التاني وهفردها بس كده خلاص أي غطى بقى موجودة عندك هتحطيه في النص ليه بحط الغطى كده في النص علشان وانت بتقصيها بالمقص دلوقتي يعني تطلع كلها متساوية وكلها ما اسويح بعد ما علمتها كده هبدأ بقى بالمقص وهتقصيها هتديك شكل الوردة اللي انت هتشوفيه دلوقتي خدتي حاجة ولا اي حاجة بسواني كده هتعمليها وسهلة جدا أسهل حاجة ممكن تعملها ببيتك هي القرص ولا هقولك لابن رايب ولا بس يعني على قد ما بقدر بوفر لكم النهاردة والبيت كمان لما تيجي تتهن الوش مش هنحطه بيت خالص يعني البيت غير لي طبعا زي ما احنا عارفين مش هقولك راحاتي بيضة بستة جنيه وحطيها على وشها هقولك البديل دلوقتي ايه نفس الخطوة تاني افردي العجوة وبعد كده حطيها على القرصة ولمها كويس اهو فيه اسهل من كده ولا اسهل من كده سهلة جدا في عميلها وبسيطة وان شاء الله هتطلع عنك حماك مهمة الغطع ان انت بتعلمي بس به ايه ما تضغطي ازاي ما دغطت كده بالضبط شايفين بتنزل لتحت ملاش اي لازمة يعني انا عاوزاها تعمل دايرة بس تضغط ان انت وانت بتقصي تبقى كلها متساوية زي ما قلتلك خلصنا خلاص كده هخلصها بس تبتدي شكل وردة حلو ازاي هتحطيها بقى الخمرون اهم حاجة زي ما قلتلك هضغطيها بكيسة وفودة كمان وهتسيبها لحد ما تفهم اهم مرحلة واهم حاجة في نجاح القرص ان انت بتسيبها ترتاح وتاخد وقتها ان هي ترتاح علشان يعني تكون هشة من جوه هقولك باقي بديل البيت حطيت ربع كباية من المية عليها معلقة من الزيت ومعلقة من السكر اللي بيهم كويس والبخخة دي رخيصة وجميلة جدا بتتبع في اي مكان ما عندي كيش بفرشة المطبخ عادي خلص هرش عليهم بالضبط كده زي ما انتم شايفين رشة بسيطة خالص علشان احط السمسم وده يعني معلقة السكر كمان اللي هتساعد السمسم ان هو يمسك خلاص هدخلها الفرن على اعلى درجة مية وتمانين عندي هحطها على الرف الاوسط مش هولع الشوية لو انت لقيتها حمرت من تحت ومن فوق لسه ما اخدتش اللون اللي انت عاوزيه ممكن في الوقت ده تولعي الشوية خلاص هدخلها بقى الفرن على اعلى حاجة هحطها على الرف الاوسط زي ما انتم شايفين لحد ما تستوي هخلصهم كلهم بالشكل اللي انتم شايفين دول خلاص اول واحدة عملتها هي اللي ارتحت الاول دخلتها على طول وهسيب دي كمان يرتاحه يعني اخر واحدة لسه يعني حسن يا مرتحتش اوي ان شاء الله اول ما خلص الاتنين هتكون كمان ارتحتها غطيها اهم حاجة ان انت تغطيها ما تسيبهاش مكشوفة علشان وشها ما ينشط شايفين جمالها بقى وحلوتها اول ما بتطلعها وهي في الصينية زي ما هي بالبخاخة وبتبدأ ترش عليها تاني وبتغطيها وتسيبها لمدة عشر داي ده اللي بيساعد ان هي بتبقى طرية ولا محتاجين لصفار بيد ولا اي حاجة على قد ما بقدر زي ما قلتلكم النهاردة ووفرتلكم كتير عاوزت سيبيها كده سيبيها حابة تدلعهم بقى شوية كان عندي مربة مشمش كنت جايبها قبل كده وكنت عاملة بها حاجة يعني البرتمان زي ما هو هتبداي تحطي على وشها كده بتدي طعامها حلوة يعني المشمش بيكون فيه مزازة شوية بيخلي القرصة تعمى قوي لكن يعني كمان هي بتلمع من غير اي حاجة الرشة اللي رشتها بالزيت والسكر والمية بتخليها بتديها لمعان كده وبتخليها طرية زي ما انتوا شايفين خلصت الكمية يعني في وقت بسيط جدا وانا بعمل الغدى بتاعي في سوين طلعت جميلة وطرية على قد ما قدرت النهاردة اوفر لكم لان في رمضان الناس كتير قوي يعني تقولك الصحر بقرصة والحمد لله على كده فانت هتشتريها كل يوم هتشتري قرص غالية لكن انت لما تعملها في البيت الكيلو بيفرت لك كتير زي ما انتوا شفتي كده وحاجة نظيفة بتعمليها ببيتك والله كانت جميلة طرية وزي ما انتوا شايفين بص قلبها هاش من جوة السر ان هي تبقى هاشة كده ان انت بتسيبها تخمر بس مش اكتر من كده ما حطتش رايب ولا حطت حليب يعني معلقتين التلات معالي اللبن البوضل لو انت عندك وعاوز تحطي ايه حطي مش حبة كمان مش مشكلة طلعت طرية والله طعمها طحفة حلوة العجوة كمان مديها طعم حلو مقادرة هكون لها مظبوطة ايه مش ان شاء الله زي ما قلتلك على كل المقادير هتبصي تلاقي بصي ايه اكتر واحد كان فرحون مش بقولك الولاد بتفرح بصي واقف جنبي حبيب قلبي ربنا خليه يا رب يخلي لكم ولادكم كلكم اقومي كده فرحي ولادك واعمل لهم حاجة حلوة يا رب ماكنش طولت عليكم قلتلكم المقادير ببساطة جدا اه مفيش حاجة صدقيني صعبة خالص مش هقولك بقى بالكيلو بالميزان لا سيبك من كل الكلام ده سهلة كل المعجنات سهلة ما تصعبهاش على نفسك اشوفكم ان شاء الله على خير مع السنة